وأكد الرئيس سيسي أن الدولة حريصة على تخريج طلبة وطالبات من خريج الليسانس يحملون دبلوما والماجستير بما يعني التطوير في أداء ومستوى التأهيل العلمي والتأهيل البدني الذي يتم لأبنائنا الخريجين بقول لهم بتنالكم التوفيق بهنيكم بدأت مهمتكم بعد تخرجكم وبعد ما أتحصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تأهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب وبشكل يعني يسعدنا كلنا زي ما انتم شوفتم كده وزي ما بقول ان احنا النهاردة بنخرج طلبة وطالبات من خريج الليسانس معهم الدبلوم والماجستير وده معناه ايه؟ معناه ان احنا نطور في أداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة طبعا للتأهيل البدني اللي بيتم المهم ان انتم هتتعاملوا مع مع مواطني مصر سواء المواطنين اللي هما المواطنين العادين أو حتى المواطنين اللي بيخرج عن السياق مهم جدا جدا ان احنا نلتزم وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير اللي انتم تعلمتوها هنا في الكلام